لا صوت يعلو فوق المشاركة والتكاتف تحت هذا الشعار وصلت مؤسسة صنع الحياة تحت مظلة تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودها لتعبئة آلاف الكاراتين من المواد الغذائية تلبية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم نحن النهاردة موجودين مؤسسة صنع الحياة مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بنعبي كاراتين رمضان ده كارنفال تعبئة كاراتين شهر رمضان بالتعاون مع القرية الزكية ده من ضمن الأنشطة لصنع الحياة بتعملها السنة دي لشهر رمضان احنا مستهدفين نوصل المساعدات الغذائية الكاراتين ل350 ألف مستفيد في كل محافظات مصر خلال الشهر كمالا احنا مستهدفين اننا نوصل 170 ألف وجبة ساخنة خلال شهر رمضان احنا أورادي بنبقى متفقين مع موردين ويبقى فيه تبرعات كتير الحمد لله بتوصل لنا فبنتفق مع متبرعين طبعا احنا بنبقى كده عاملين حساب ان ده سيزن رمضان فنبقى محضرين له من قبلها في فترة سبيشال ان فيه مثلا شركات بتحب تشارك بمعصلا البرودكت بتاعتها ان هي تشارك بيها معانا في الفونديشن عشان نقدر ان احنا نوزعها على الناس في رمضان الكاراتين بعد ما بيتم التعبئة الكاراتين بتتوزع من خلال عربيات بتطلع من عندنا وبتلف على كل محافظات مصر وعلى احنا عندنا مكاتب بكل المحافظات تقريبا وهما بيتولوا المهمة دين هما يوزعوها بقى على المستفيدين ثلاثمائة وخمسون الف مستفيد من القرى الاكثر احتياجا بجميع محافظات مصر هو الرقم الذي يستهدفه تجمع اليوم فبمشاركة عدد من المتطوعين الشباب يتم تعبئة الكاراتين بشكل سريع بنعبي الكاراتين بتاعت رمضان عشان نساعد اهالينا الاكثر احتياجا في القرى وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعدهم بالاكل والحاجات بتاعت رمضان والله احنا بنعمل حاجة زي سيكونس بنعمل مراحل وسيكونس كده من اول التربيزة الاخر التربيزة اللي بيجهز الكارتونة وبعد كده بنبدأ كده زي واحد بيحط الرز والسكر وهكذا من الحاجات وكده لحد ما كله يجمع واحد بيأكد على الكارتونة وبيجي في الاخر حد تاني يقفل وحد تاني يساعده والاكتمال الخير تهدف مؤسسة صنع الحياة الى الوصول الى عشرة الاف مستفيد بكسوة العيدة دور مجتمعي تقوم به المؤسسة تكاملا مع غيرها من مؤسسات المجتمع المدني لتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم قبيل الشهر الكريم